اشتركوا في القناة والأسطورة البرازيلية بيلي يعاني نوعا من الاكتئاب أهلا بكم بدأ فريق الجزيرة مشواره في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حيث يخوض في هذه اللحظات مواجهته الأولى أمام ظفار العماني ويتطلع الجزيرة العودة العمان بنتيجة إيجابية يعتلي من خلالها صدارة المجموعة الثالثة حيث تشير نتيجة أشعوط الأول إلى التعادل السلبي بين الفريقين مع أفضلية واضحة للجزيرة الأردنية بحسب أحداث الشعوط وضمن منافسات المجموعة الثانية أهدر الفيصل نقطتين في مستهل مشواره في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بعد تعادله سلبا مع ضيفها الوثبة السوري وسنحت للفيصل العديد من الفرص إلا أنها لم تترجم إلى أهداف رغم مشاركة مهاجمه البولندي لوكاس للمرة الأولى في الموسم الحالي بعد وصول بطاقته الدولية قبل ساعات من اللقاء وفي لقاء آخر لحساب المجموعة ذاتها حقق الكويت الكويتي فوزا صعبا بهدف دون رد على الأنصار اللبناني وعاقب ختام لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثانية تصدر الكويت الكويتي المجموعة برصيد ثلاث نقاط فيما جاء الفيصل ثانيا بنقطة واحدة والوثبة السوري ثالثا برصيد ذاته بينما تذيل الأنصار اللبناني الترتيب برصيد خال من النقاط والحديث أكثر عن تعادل الفيصل والوثبة السوري ينضم إلينا نجم الفيصلي الأسبق والمدرب الوطني رامي أبو فنار كابتن رامي مساء الخير بداية يعني تعادل السلبي وأداء وصفه الجمهور بالسلبي ما هي الأسباب من وجهة نظرك وتحديدا بلقاء يوم أمس مساء الخير كابتن مهند بخصوص النادي الفيصل الأمبارح يعني اللي صار هاي كابتن نحكي صراحة ونكون صريحين شوي لأن نحن أولاد النادي بنعتبر حالنا ومهمنا النادي هلا اللي صار نتائجه أمور سابقة بخصوص أول شي نحكي المحترفين جبوهم النادي بدون استشارة أي مدير فني إن كان الكابتن راتب عوضات اللي كنا منتمنى له الشباء العاجل يا رب والكابتن شهاب زلمة يجعل الفريق والمحترفين موجدين يعني لا اختارهم ولا يعرف عنهم أي شي حتى اللاعبين المحليين الكابتن شهاب ما ما له يد فيهم أنه يعني أنا بدي هذا اللاعب أو هذا اللاعب أنا بحكي صراحة يعني الموضوع نحكي إداري بحت يعني هل تلوم موضوع التعادل في هذه المباراة إلى أداء المحترفين ونوعية المحترفين الذين جلبهم الفيصلي لوكس يعني مباشرة شارك في المباراة دون أي تدريب بالضبط كابتن بدون أي تدريب بدون حتى ملعب ولا أي مباراة ودية حتى بطاقة الانتقال إجت قبل المباراة بلحظات بسيطة ومحترفين كنت جبت بدل اللاعب ثلاث أربع لعيبة طيب هل يعقل نادي زي النادي الفيصلي ما عنده لجنة فنية تستشيرها في اللاعب المحترفين أو حتى باللعيبة المحرية بدك تجيبهم نعم يعني أنت بتحكي بالنادي الفيصلي ما بتحكي بالنادي محترامي للباقي الأندي كلها وأنت أصلا مشارك كنت بأبطال آسيا وأبطال آسيا بدك تجيب له محترفين على سوية عالية محترامي لكل اللاعبين يعني معناته صفت أن أنت مشارك في البطولة أبطال آسيا بس ترويج إعلامي فقط لغير طيب ألم يستطع التونسي شاب الليلي حتى اليوم من فرض أسلوبه وطريقة أداؤه على الفريق برأيك كابتن مهند أنت كابتن كبير ولاعب سابق في النادي وكابتن منتخب الوطني وإلك باع طويل في الملاعب لنفرض أنا جبت لكابتن مهند وقلت له هاي اللعبة بدك تأخذهم تلعب فيهم بطولة في شهر بتقدر لمساتك تبين على هذا الفريق نفسيات اللعب ما بتقدر تقراها خلال شهر تشوف هذا اللعب يصلح لهذا المركز أو لهذا المركز يعني صعب أي مدرب بده شهرين تقريبا نعم لكن كابتن رامي بس الفيصل عم بتحسن في بطء شديد نعم كابتن رامي اللعبون الموجودون في أرض الملعب يعني أسماء معروفة وراء النانس وعن في خط الدفاع أو بخط الوسط إذا متحدث يوسف رواجد إحسان حداد يعني كان اللعبان يعني قدموا أقل أداء ممكن في هذه المباراة نتحدث عن يوسف رواجد وإحسان حداد لوكاس ربما هو أكثر من كان يتحرك الأسماء موجودة على أرض الملعب والخبرة أيضا موجودة لكن ما هو السبب برأيك إلى هذا النتيجة السلبية للفريق خسرة نقطتين على أرضنا صحيح ومع فريق يعني بتناول اليد نحكي بخصوص اللعب إحسان اللي بقدر أجاوبك يعني أنت كمدرب أو مع احترام الكابتن شاب هاي أنا بعتبرها غلطة عنده مع احترام الشريط طبعا أنه أنت عدي زهران قاعد بتلاعبه فترة الدرع كاملة فجأة وأنه إحسان عم بلعب أساسي المفروض أنا أشتغل على نفسيك تحسان وهيء من قبل المباراة هاي بمباراة أنه أنا بتلعب فيك أساسي أنت ما هيئة أنه أنت لازم تطلع بالثلاث نقاط يعني تلعب بكل قوتك أنك تطلع بهذه الثلاث نقاط وربنا ما ما راد لهم هذا الموضوع الفيصل عم بتحسني شوي شوي وإن شاء الله الأيام جاية وبثبت الشباب أنهم قد لبس قد كالر النادي الفيصلي واسم النادي الفيصلي نتحدث عن طموحات النادي الفيصلي في هذه المجموعة وأصلا في البطولة أعلن عبر مديره الفني أنه سينافس على كافة البطولات كيف ترى مشواره في هذه المجموعة وفي بطولة كاس الاتحاد الآسيوي خاصة بعد فوز الكويت الكويتي على أنصار اللبناني والله يا كبتن بعد اللي شوفناه مبارح الأمور صعبة هلا بتطلب من اللاعبين ومن الإدارة ومن الجهاز الفني كامل ومن الجماهير أنه نكون يد وحده خلف الفريق وغير الفوز في كل المباريات وحتى يمكن تخدمك بعض النتائج أنت كفيصلي فوز وحصل على الثلاث نقاط غير هيك ما بنفعك لأنه أنت بدك يا بتجيب أول واحتمال الضعيف لأفضل ثاني طب أنا كفيصلي وبطل هذه البطولة لسنتين لابطولتين لازم أخذ بطل هذه المجموعة عشان أبعث رسائل للفرق الأخرى أن الفيصلي مشترك بهذه البطولة للحصول عليها طب ربما كابتن رامي أداء الفيصلي في هذه المباراة لم يكن على مستوى طموح طموح الجماهير الفيصلي الكبيرة بسبب البطولة الدرع داخلنا بداية الموسم على عكس الموسم الماضية عندما نكون في مرحلة الإياب واللاقة البدنية تكون في أعلى مستوياتها هل برأيك أن الفيصلي ستحسن في المباراة القادمة خاصة مباراة القادمة أمام الأنصار اللبناني في بيروت ومن ثم العودة للعب في العاشر من الشهر القادم أمام الكويت الكويتي في عمام نحن نشوف نعم بارع كابتن الفيصلي عم بتحسن بشكل بطيء يعني في تحسن وصلنا المرمى كذا مرة ضيعنا فرص لوكاس لأنه بعيد شوي عن المباريات ما توفق صار فيه تنويع بالهجمات بتشويت أوبرات دخول من العمق صار يعني شعرنا أنه فيه شوية تحسن للفريق إن شاء الله بالأيام القادمة يصير الفريق أحسن بس هذا ما بيجي من فراغ بده شغل وشغل كبير مش شغل سهل يعني بدك تشتغل على نفسية اللعيبة على تمارينك غير هيك ما رح يمشي الأمور يعني ما رح تمشي أبد أنا ما رح تمشي طيب ما هو مستوى الرضا عن محترفي الفيصلي نبدأ بالعراقي فرحان شكور دومينيك الذي عاد مرة أخرى للفيصلي وزاكري وأخيرا لوكاس هل هم قادرين على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق كابتن مهند أنت ابن الملاعب نحكي بخصوص اللعب العراقي فرحان لما تجيب لاعب وتتعامل معاه نفسيا وتقوله أنه أنت ما رح تشترك بالدور المحلي وبس أنت لعب آسيوي هون أنت يعني حديته بصفي بقولك أنا ما رح ألعب أنا شو بس بدي أجي ألعب مباراة بالشهر وخلاص يعني بقولك أنا لا بدي أروح ألعب في نادي ثاني رح يكون نفسيا غير مرتاح طب هذا بحصول شكور ماذا عن بقية المختلفين غير مستوى الفيسري حتى لوكاس لوكاس كابتن ما احترامي يعني كان لعب مع النادي وأدى بس رح احترف في فرق ثاني ورجعنا يعني رجع قاعد ما كان يلعب صراحة ما كان يلعب ما بصير أنا أجيب المهم إني أنا جايب محترف ما بزبط يا بتجيب لاعب يشيل لعبة الفريق كمحترف يا ما في دعا جيته نعم أنت جايب لاعب محترف هو شيني مش أنا أشيله نعم يعني طالما كان الفيصلي يعني المحترفين دائما يدخلوا في منظومة الفيصلي ولكن دعنا نتحدث عن هذه المجموعة الكويت الكويتي الأنصار اللبناني الوثبة الذي يشارك للمرة الأولى ولا ننسى أن الكويت الكويتي حاصل على لقبين أو ثلاث ألقاب في هذه البطولة وهو من أقصى الفيصلي بالتصفيات المذكورة في دور أبطال آسيا لكن كيف ترى حظوظ الفيصلي بهذه المجموعة من اللعبين الموجودين حاليا بالمحترفين الموجودين حاليا تبتن نحكي الحظوظ هلأ أنت لازم تأخذ الست نقاط اللي هم من الكويت ومن الأنصار إذا أنت كفيصلي حاب ترجع وتنافس على البطولة وتنافس على صدارة المجموعة لازم تغلب تفوز على الفريق الكويت الكويتي بالكويت عمان قصدي وتفوز على الأنصار لبناني بلبنان لأن الأنصار فريق مش سهل يعني نحكي أضعف الفرق اللي هو الوثبة اللي انت ضحيت في ثلاث نقاطه وعلى أرضك بعمان ما بتعرف شو بصير معك طب هلأ المشكلة تراها فنيا أم هم اللاعبين يعني لم يدخلوا بعد في خضم المنافسات القارية هل بنحكي منافسات القارية المفروض النهدي مهيئ اللاعيبة من قبل نحكي شهرين أو ثلاث لأن أنت أعلنت أنك مشارك بأبطال آسيا والفريق يشارك بأبطال آسيا كابتن وانت أخبر مني بهذا الموضوع المفروض تحضيرك لهاي البطول يكون على مستوى عالي جدا جدا يعني معناته أنت مهيئ اللاعيبة أنت عندك بطولة أبطال يعني نيجي لكأس الاتحاد أضعف من الأبطال ربنا وفقنا وطلعنا من الكويت رغم أن أنا ما كنت حاب الفيصل يشارك بأي البطولة اللي هي أبطال آسيا لأنه على وضع العناصر الموجودة والتخبطات اللي صارت من بعد بطولة المرحوم الشيخ سلطان وترويح الكابتن راتب الله يشفي وإحضار الكابتن شهاب خلال فترة صغيرة بدك يفوز على الكويت الكويتي وبعدها نحكي بدلعب مع الفريق الإيراني وثم الفريق القطري بطولة دورة أبطال آسيا بالضبط المفروض أنت نفسيا تكون مهية لهذا الموضوع فتت على كأس الاتحاد الآسيوي هون أنت لازم تكون قد البطولة يابن كفيصلي قد البطولة ومشاركين نغض البطولة يابن لا يوجد داعي للمشاركة من الأساس هناك ظروف للكرة الأردنية وتأثر فيها جميع الأندية بعض الأندية تخطت وبعض الأندية ما زالت تحاول تخطي هذه العقبة الكبيرة في عدم دخول في المنافسات هل تجد الفيصلي الذي اجتهد في عمل بطولة المرحوم الشيخ سلطان العدوان وأيضا دخل منافسات الدرع هل برأيك تأخر في الدخول في المنافسات بشكل كبير طبعا كابتن محترام للأندي التي اشتركت في بطولة المرحوم الشيخ سلطان ليس على مستوى أنني أريد شارك على البطولة قارية المفروض كابتن وإذا تذكر نحن كنون نشارك على وقتك ووقتي نشارك في بطولة عربية صفرنا على سوريا لعبنا مع فريق روماني مبارتين في سوريا تحضير لها البطولة العربية هل يعقل الفيصل ما قدر يأمن مبارتين أو ثلاث مباريات للفريق خارجيات أو معسكة تدليبي خارجي عشان أشارك في هذه البطولة الأسيوية ما هو الخلل برأيك الخلل كابتن تنظيم إداري بحت تعنت بالأراء عدم موجود لجان فنية لهذا الموضوع وحتى بالمحترفين ليش ما استشير كل لعبة الفيصل اللي محهم شهادات تدريبية وبدرب أندية ومن ضمن حضرتك والكابتن نهاد درب النادي الفيصل اللي سابق بس استشير إحدى هالناس مش معقول يجي الكابتن مهند أو الكابتن نهاد أو الكبات المدربين السابقين للنادي الفيصل يقول لك أنا والله ما بقدر أعطيك سين من الناس لا الكل بحب النادي وكلنا بنحب النادي لو استشاروا أي لاعب سابق أو مدرب سابق درب بالنادي الفيصلي ممكن دلهم على لاعب محترف على صوية عالية مع احترام الهي داري كاملة ولا واحد فيهم لعب كرة قدم طب هل يعقل ولا لعب لعب كرة قدم أنت تكون صاحب القرار في هذا المحترف هذا رأيك كابتن رامي وأنا هنا مذيع ولست لاعب وأنت تمثل رأيك في هذا الموضوع نحترمه بالتأكيد من نابع من لاعب قدم الكثير للنادي الفيصلي بداية شكرا كابتن رامي أبو فنار نجم النادي الفيصلي الأسبق شكرا جزيلا لك شكرا